بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إزايكم أنا الليلة عمل بنك كيك بيطريكتي الخاصة يعني طريقة جميلة ولزيزة اللي هو بعمل فيه تلاتة بيط إذا كان حجم البيط صغير وبعمل اتنين إذا كان حجم البيط كبير واثنين كوب من الدقيق وكوب من الحليب وثلاثة ملاعق من الزيت وثلاثة ملاعق من السكر وملعقة حليب بودر وملعقة باكين بودر وملعقة فانيليا أنا بفصل الصفارة البيض عن البيض وده هو يعني بديني بعدين يعني الهشاشة وبديني الطعم الحلو لأن لما أفصل الصفارة عن البيض أضيف الفانيليا وأضيف الحليب وأخلطهم مع بعض أضيف السكر السكر بخلي مني جزء عشان أخفق بيض أول بيض وأضيف الحليب البودر والزيت وأجي أخفق بيض البيض مع ما تبقى من السكر قلنا السكر زي ثلاثة ملاعق أو حسب رقبتك السكر فبس تخلي جزء منه عشان تخفق بيهو البيض وهنا ده المارينج بتاعي أول بيض بضيف ملاعقة الباكين بودر مع ليش الباكين بودر ما خلطه مع الدقيق وطار كده خرب الدنيا أخلط الدقيق والباكين بودر معهو الرشة ملح وأخلط مع المواد السائلة اللي هو بحصل على القوام ده أخفقه جيداً قبل ما أضيف البيض المخفوق لازم أنا أخفقه هناك جيداً وخلي المواد كلها تداخل وتتجانس مع بعض بعد كده بتجي المرحلة الأخيرة وهي إضافة بيض البيض المخفوق أو المارينج أضيفه إلى الخليط داك وأيضاً أجانسه مع بعض أي أنه أخلطه مع بعض لغاية ما يتجانس وأديني قوام سلس وجميل أديني قوام سلس وجميل اللي هو بحرك زي ما أنتوا شايفين إذا حسيتي أنه القوام بتاعه تقيل شوية ممكن تضيف لهم حليب وكمان يعني عايز أنبه أنه لازم الحليب يكون بدرجة حرارة القرفة يعني ما يكون بارد من التلاجة أهو إذا حسيتي أنه قوام متقيل ممكن تضيف حليب أو إذا حبيته كده كده بكل الأحوال بيكون كويس المهم دا القوام بتاعه أنا بجي لمرحلة الخبز اللي هي في الطوة غير لاصقة أو بان غير لاصف طفال بصوب وأحسن تشتغلي بكوب محدد أو بمقدار محدد عشان يجي المقاس كله واحد وبيكون شكله جميل ورائع اللي هو بتكون نار هادئة بتكوبي الكمية اللي انتي عاوزها بتضيفيها وبنتنتظري لغاية ما تعمل فقاعات بفوق أهو يعني معروفة طبعا هي الطريقة بتاعت خبزة البانكيك بعد ذاك معليش شوية الأولى دي سمرت مني يعني ما تحكمت في النار بعد ذاك بعد تعمل الفقاعات دي بيقومي تحركيها الاتجاه الآخر لغاية ما كمان تاخد لون حلو وتكملي لغاية ما تنتهي الكمية المقدار دا عملي يعني كمية حلوة ومناسبة جدا جدا وزي ما شايفين شكله رائع 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 يعني مبالغة والله وطعمه جميل وشكله جميل اتمنى تجربوه يعني بواصل اهي هنا يعني عايز اوريكم انه انا تحكمت في الحرارة وبعد ذا طلع اللون حلو يعني ومتناسق وجميل ويعني الكمية ما بطالة كويسة يعني كوبين دقيق وكوب حليب يعني بيعملو زي تمانية كده من القطع بتحت البانكيك وبيكون يعني شكله جميل جدا جدا اتمنى تجربو طريقتي دي والله وبنصحكم بها لان الطريقة رائعة وبتحصلوا على نتائج حلوة وبعد تجربوه اتمنى تقولوا لا يرايكم وهو شايفين شكل التحميص بتاعه جميل جدا جدا والكمية كويسة وحلوة يعني ما شاء الله تبارك الله يعني حاجة روعة جدا بنجي للتقديم انا قدمته يعني التقديم بيكون بطرب مختلفة ومتنوعة ممكن تقدمي مع الفواكه مع اي مع الاجبان مع اي شي انت تقدمي البانكيك ودي هنا حلوة البانكيك في اني كنت التقديم ده لك مطلقة الحرية في اني تتقدميه انا بحب اقدمه دايما باما بالزبدة او بالعسل بانواعه العسل الاسود والعسل الطبيعي العادي اللي هو يعني يعني بنحبه كده وهو رائع جدا جدا وزي ما قلت لكم بسألت التقديم ده مسألة يعني اختيارية بالنسبة لكم الحاجة اللي بتريحكم انتو بتقدموا بها البانكيك بينفح طبعا فطور ويسناك صباحي ممتاز جدا جدا وكمان يعني سندة بتاعة عاشة جميلة جدا رائع بمعنى الكلمة اتمنى بس يعني تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه واكيد رايكم بهمني وينال استحسانكم ورضاكم وانا طبعا عاوزة اطلب منكم تدعموني كثير الناس الموجودين معاي في القناة انا بشكركم كثير جدا جدا ومبسوطة بوجودكم معاي وبتمنى انكم تدعموني مزيد من الدعم وتقولوا لي اراءكم في ما بقدم لكم والناس اللي بيشوفوني اول مرة اتمنى اتمنى منكم تدعموني بالاشتراك في القناة والشير واللايك والسبسكرايب واتمنى انكم تفاعلوا الجرس عشان يجيكم كل جديد بنقدموه وانا ببعدكم ان شاء الله اقدم لكم حاجات حلوة ووصفات جميلة انتو خليكم معاي لان انا مبسوطة جدا باكم اللي هو ده انا قدمته بالعسل الاسود كمان شكله حلو لانه فيه طعم لازح شوية وجميل وممكن اقدمه بالزبدة ومهين بالعسل الطبيعي برضو بالعسل جميل عسل النحل طبعا ومعروف والبانكيك يا جماعة هو مقزي جدا للاطفال لانه فيه حليب وفيه بيض وفيه الدقيق وفيه السكر يعني فيه كمية من المواد القذائية او كمية من الحاجات المفيدة جدا جدا للاطفال بديهم نشاط مع الصباح وبيديهم حيوية يعني حلو حلو بكل ما تحمل الكلمة ويعني طريقتي دي يعني جميلة جدا جدا اتمنى تجربوها وتنرضاكم زي ما شايفين يعني شكله مبالغة وكمان يعني يعني القوام بتاعه يعني قطنة جدا جدا وصفتي يعني ما تتخيلوا رائع لياته درجة يعني الشكل بتاعه يعني فعلا بانكيك يعني رهيب جدا جدا يعني ما عايزة اشكر لكم لانه حقيه لكن بجد روعة اهو زي ما شايفين يعني قطنة خالص خالص وهش يعني بصورة ما عادية شايفينه بيدوب دوابان والله العظيم بيدوب دوابان يعني اتمنى يعجبكم وينار رضاكم واستحسانكم اللي هو زي ما قلت لكم انا قدمته بالعسل الطبيعي وطبعا مقزي والعسل فوائده معروفة جدا للكبار والصغار وشايفين شكله جميل ولونه كمان جميل ها لونه رائع وده العسل الاسود كمان حلو جميل وكتير من الاطفال بيحبوه جدا ممكن تعمروا له اضافات كتيرة يعني ممكن بالمربع ممكن بالاجبان ممكن تاكلوه يعني بالشاي عادي مع السكر عادي يعني بكل الطرق كل الطرق هي يعني متاحة بس لك حريات الاختيار ماشاء الله يعني لونه فضيع لونه رائع 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 وطعمه طبعا رائع جدا هتمنى لكم مشاهدة طيبة وإغامة طيبة معاي وأنا أترككم في حفظ الله وأمان الله ورعاية اشتركوا في القناة